السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف الأول اليوم درسنا عن صورة قريش صفحة 29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذه البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الآن بسيبكم مع فيديو يحكي لكم قصة قريش وبعدين بنرجع نكمل الصور الباقية اللي موجودة في الكتاب ناقشهم مع بعض المعنى صورة جديدة هي صورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف لإلاف قريش إلافهم معناها يا حبيبي اعتادت قريش وأحبت قريش يا حبيبي دول ناس كانوا عايشين في مكة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متعودين على رحلتين للتجارة كل سنة رحلة في الصيف للشام ورحلة في الشتاء لليمن والتجارة يا حبيبي معناها إنهم يبيوا حاجات ويشتروا حاجات فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ربنا يا حبيبي أنعم على قريش بنعم كتير جدا جدا وأهم نعمة يا حبيبي إنهم كانوا سكنين جنب الكعبة والكعبة دي بيت ربنا وكمان ربنا أنعم عليهم بإي تاني بإنه رزقهم وبقوا أغنية بعد ما كانوا فقرة وكمان رزقهم بالأمان وكان بيحفظهم في رحلتهم للتجارة بعد ما كانوا بيشعروا بالخوف من اللصوص عشان كده ربنا يا حبيبي بيطلب منهم إنهم يعبدوا ويشكروه على كل النعم دي سمعنا بالفيديو وفهمنا معنات لإله في قريش إله فيهم معناته إيش أعتادت وأحبت أعتادت بمعنى أتعودت وأحبت وأن قريش ناس كانت تعيش فين في مكة المكرمة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متعودين على رحلتين كان معهم رحلتين إيش للتجارة كل سنة كانت عندهم رحلتين للتجارة رحلة في الصيف كانت إلى الشام ورحلة في الشتاء كانت لليمن التجارة إيش معنى التجارة؟ المعنى التجارة إنهم يروحوا يبيعوا ويشتروا حاجات يبيعوا ويشتروا حاجات بعدين إيش قالت الآيات؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف رب الله تعالى أنعم على قريش نعم كثيرة وكانهم أول نعمة أنهم كانوا يسكنوا فين؟ يعيشوا يسكنوا بمعنى يعيشوا يعيشوا قبل الكعبة وهي بيت الله وأنعم عليهم كمان أنه رزقهم كانوا قريش فقراء الله تعالى لما خلهم يروحوا للتجارة هذي كانت في الصيف إلى إيش؟ إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن بعد ما أصبحوا يروحوا يبيعوا ويشتروا بالتجارة هذي سووا التجارة أصبحوا أغنياء بعد ما كانوا فقراء وكمانهم كانوا لما يروحوا الرحلة يخافوا يخافوا أنه يقولهم سرق يقي حاج يتقطع عليهم الطريق كانوا يخافوا فالله إيش قال؟ الذي أطعمهم من جوعي وآمنهم من خوف الله خلاهم يحسوا بالأمان وحفظهم عطاهم الأمان وحفظهم برحلتهم لما كانوا يروحوا للتجارة لأنهم كانوا يحسوا بالخوف فالله أعطاهم الأمان الله تعالى إيش طلب منهم؟ لما نهو أعطا لهم الأمان وخلاهم أغنية بعد ما هم كانوا فقراء قال إيش؟ لازم إنه إيش يعبدوا الله فليعبدوا الله ويشكروه لازم هذا من أصحاب قريش يشكروا الله على هذه النعم ويعبدوه نحن إيش نتعلم؟ نتعلم من هذا الدرس إنه لازم نشكر الله على كل نعمة زي الصحة زي وجود الأب والأم بحياتنا نعمة الإسلام في كثير نعمة نحن أحيانا ما ندرك زي نعمة السامع زي نعمة البصار الآن معنا هنا الصورة مكة بلاد قاحلة بلاد قاحلة معناته تشوفوا كيف كانت الكعبة حولة كان زي الصحراء قاحلة معناته كأن زي الصحراء تشوفوا الآن مكة كيف تغيرت الآن بنوا كثير حاقة حولة والمسجد رفع النوم مكة معدش زي زمان كانت زمان كده زي الصحراء قاحلة معنا الصورة الثانية فليعبدوا رب هذا البيت معناته إيش؟ إنه لازم قريش تعبد رب هذا البيت من رب هذا البيت؟ الله تعالى رحلة الشتاء كانت إلى فين؟ إلى اليمن ورحلة الصيف كانت إلى الشام رحلة الشتاء كانت إلى اليمن ورحلة الصيف كانت إلى الشام بعدين أنا أتعلم نحن إيش تعلمنا؟ إنه قريش قبيلة تسكن في مكة لما كانت عايشة فين؟ في مكة فين؟ جنب الكعبة اثنين كانت لقريش رحلتين تتذكروا معي إيش هم؟ أيوة رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام ثلاثة الكعبة هي بيت الله وقبلة المسلمين الكعبة إيش؟ بيت الله وقبلة المسلمين نحن لما نجي نصلي نفرش السجادة إيش من اتقاه؟ اتقاه القبلة قبلة المسلمين إيش؟ الكعبة أربعة الله تعالى أطعم قريش من قوع وآمنهم من خوف نحن قلنا إيش؟ إنه قريش كانت فقيرة والله تعالى خلاهم يسووا تجارة ويصبحوا إيش؟ أغنياء وآمنهم من خوف كانوا يخافوا لما يروحوا هذه الرحلات إنه لو يكون في سراق يتقطعوا لهم أحد يسرقهم فالله تعالى خلاهم إيش؟ حفظهم وخلاهم يحسوا بيش؟ بالأمان خلاص نحن تعلمنا من الدرس إنه لازم أول حاجة الإنسان يشكر الله على كل النعم وإنه مكة المكرمة هي بيت الله الحرام وقبلة المسلمين وأنه كانت لقريش رحلتين رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام وأنه إيش؟ وهم كانوا قريش فين يسكنوا في مكة جنب الكعبة جنب الكعبة واستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا